ومن تونس العاصمة يضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر ثابت دكتور منذر دان 26 مور شحان يبدأون حملتهم الانتخابية غدا في الداخل التونسي إذن هل هناك التزام بضوابط الدعاية هذا من جهة ومن جهة أخرى ما هي الاعتبارات الأهم بالنسبة للناخب التونسي في علاقة بالالتزام بالضوابط وبالقوانين المنظمة العملية الانتخابية أعتقد أن بعض التجاوزات ستسجل هذا أمر أكاد أقول بأنه طبيعي بعض الانحرافات في علاقة بتوظيف فضاءات خاصة مثل المساجد بعض الانفلتات أيضا داخل بعض المؤسسات العمومية جهاز الإدارة وتخوفات من أن توظف أيضا الأجهزة البيروقراتية في خدمة مرشح السلطة سيد يوسف الشاهد أو أيضا كما توجه بهذا الاتهام السيد سليم العذابي إلى وزير الدفاع بكريم الزبيدي يعني هذه من الاحترازات أكاد أقول التقليدية الكلاسيكية التي تصاحب كل عملية انتخابية ولكن دكتور موندر أعتقد أنه كان هناك تحذير من هذه النقطة بالذات وهي توظيف المساجد من أجل هذه الدعاية والحملات الانتخابية هناك تنبيه أطلقه نبيل بافون رئيس العليا المستقل للانتخابات لكن في كل الحالات ثمت جمعيات هي تفرعات لما يسمى بالحساسية الإسلامية وثمت حرية في مستوى نشاط هذه الجمعيات داخل الفضاء المسجدي ويمكن أن تستثمر حلقات الدرس لدعاية سياسية معينة الإشكال هو في مستوى الخطاب الرسمي الخطاب الذي من شأنه أن يحشد في اتجاه خاصة العنف وأن يتجاوز أخلاقية العملية الانتخابية وهذا ما يحذر منه الجميع ثمت التخوفات من أن تكون المنافسة في احتدامها خاصة خلال الأيام الأخيرة قبل الصمت الانتخابي أن تقود إلى بعض الانحرافات خلال إما الحملات اليومية لأنصار المرشحين أو خلال التجمعات العامة لأنه ثمت من يفتقد إلى إمكانات مالية لتنظيم الحملات الكبرى الحملات وفق المقاييس والمعايير العصرية وثمت ما لديه إمكانات هائلة وهذه الإمكانات بكل تأكيد ستحشد أنصار وستدفع إلى أشكال متطورة من البروباجوندا والإعلام هنا ذكرت أنه ستكون هناك منافسة شديدة مرجع ومقياس في آخر الأمر ذكرت أنه ستكون هناك منافسة شديدة قبل صمت الانتخابي هذه المنافسة هل ستكون بين الـ 26 مرشحا أم ربما من المتوقع أن تنسحب بعض الأسماء لصالح أسماء أخرى الانسحاب لن يكون له معنى مباشر بما أن القائمة نهائية لكن المتوقع أن تكون المنافسة داخل خماسي أساسي في المعادلة المغيب بالسجن نبيل القروي رئيس الحكومة يوسف الشاهد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وعبد الفتاح مورو يعني تقريبا هذه هي أبرز الوجوه التي ستكون محددة في سباق الرئاسة وهي العنوين البارزة مع اعتبار وجود وجوه محترمة وشخصيات في حجم حمد همامي أو محمد عبو يعني شخصيات لها وزنها وثقالها لكن يمكن أن تحصل خلال الحملة الانتخابية توافقات لدعوة الناخبين للاتجاه لدعم إما عم فتاح مورو بنسبة للحساسية الإسلامية أو عبد الكريم الزبيدي أو خاصة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي لا يزال يحتفظ بحضوظه خاصة ضمن الشريحة الشبابية لكن في كل الحالات الإحراج القائم الآن في صعود شعبية نبيل قروي السجين وأيضا في علاقة بقيس سعيد الذي لم تتراجع شعبيته على الرغم من أنه لا يمتلك قناة تلفزية ولا يمتلك حزم يشتغل لفائدته نعم شكرا جزيلا لك من تونس العاصمة الكاتبة المحاولة السياسية دكتور منذر ثابت شكرا لك شكرا لك